فلما تكون بتتلق القرآن أنت في حضرتي أنت في حضرتي إيه؟ دايماً كانوا يعلمون مشايخنا أن أنت وبتتلق القرآن لازم تحس أن أنوار القرآن بتنزل هو صحيح أنوار نزول القرآن وأنوار البعثة نزلت على حضرة النبي لكن كلما تلوت القرآن كلما نزلت معه أنوار أنوار إيه؟ فاذكروني أذكركم فالقرآن لا يتلق إلا وينزل نور كلما تتلق القرآن كلما ينزل نور فلازم أن أنت تكون مستحضر أن أنت محل نظر الله محل الوصال تاني حاجة من الأداب المهمة وأن أنت بتجالس القرآن أن أنت لما تجالس القرآن عليك بالحشمة حشمة يعني إيه؟ ما تجالس القرآن وكأنك بتقرأ رواية لكن تحتشم فكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل سيدنا عثمان فرسول الله سأسمى خطة فأخذوا فقالوا لماذا فعلت قال لا لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ولا أحتشم بشيء إذا تلية اقشعرت الملائكة واقشعرت جلود الذين يتقون الله فلازم أنا كمان يبقى عندي حشمة وأنا صحيح لما حد بيسألني هو أنا ينفع أقرأ القرآن على وضع كذا أو وضع كذا بقول له آه اقرأ القرآن واحدة دي تقول لي أنا ممكن أقرأ القرآن وأنا مش لابسة حجابة أقول له آه اقرأي لكن أهم حاجة حشمة القلب الحياء والمعنى إن أنا بقرأ كلاما ليس كأي كلام طيب حشمة القلب دي دي إزاي بالتهيئ إن أنا أتهيئ أنا سأذهب لأقابل مولاي أنا سأذهب إلى لكي يسمع قلبي كلام مولاي يبقى أول حاجة أنت محل نظر الحاجة التانية أنت محتشم يعني محتشم ما فيش لا مزاح ولا هزار في أدب في إجلال في تعظيم وكلما عظمت كلما رزقت حاجة التالتة والأخيرة لا تعبأ بحديث النفس بأنك لا تفهم ولكن عليك إذا لم تفهم أن تسأل يبقى ثلاث حاجاته أنت محل النظر محتشم وأنت تقرأ القرآن ثلاث حاجة إيه اسأل إنما شفاء العيس السؤال والسؤال ده مفتاح باب الجمال وخاصة القرآن هو لألك كده فاسألوا أهل الذكر والقرآن أهي ذكر فمن كان من أهل الذكر في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا دي ثلاث حاجات إيه بقى نعمله عشان نقدر نجالس القرآن لابد إن يكون عندك ورد من القرآن والورد ده ما يكونش بشكل أو بآخر الورد ده لازم في الحقيقة الورد يكون فيه انتظام وفيه استمرار فانت لابد إنه يكون عندك ورد من القرآن والورد ده ما يكونش بشكل أو بآخر إنت فيه بتقرأ بس وإنما تقرأ وتنظر وتتدبر وتطرب من الله سبحانه وتعالى التوفيق الإجراء الثاني إنت لما تيجي تقرأ القرآن الكريم وتقبل على الله سبحانه وتعالى بيتلاوت القرآن الكريم إجعل للقرآن الكريم حالة من حالات المناجاة مع الله إنت بتقرأ القرآن إقرأ القرآن وإنت قلبك بتعلق بالله يعني إقرأ القرآن وإنت بتقول له أنا أعلم أنك تحب هذا الكلام لأنك لو لم تحب ما أنزلته على حبيبك فهذا كلام تحبه أنزلته على قلب حبيبك فبحق هذا الحب إجعل قلبي محبا لهذا القرآن ومحبا للدخول عليك من باب القرآن يا رب العالمين الحاجة التالتة بعد المناجاة كمان أن أنت يبقى أول حاجة لا يقف قراءتك القرآن عندك قراءة حروفي بل عليك أن تتدبر وأن تنظر الحاجة التانية أن أنت لازم كمان بشكل كبير جدا جدا يبقى عندك طلب من الله سبحانه وتعالى ورجاء من الله أنه بحقك هذا كلام المبارك الذي يحبه أن يجعل قلبك محبا لله سبحانه وتعالى ويدخلك عليه من باب القرآن الحاجة التالتة كمان اللي أنت لازم تعملها وأنت بتجالس القرآن أن أنت لا بأس أن أنت تروح كل يوم يبقى عندك سؤال وتتعلم مسألة جديدة في القرآن الكريم تروح لأهل العلم وتسألهم تسألهم عما خافي عنك من معاني القرآن تدبرت وأنت مش من أهل العلم فما فهمتش فتروح تسأل زي ما سيدنا عمر سأل عن الأب سأل سيدنا عبد الله بن عباس فأجابه فقال شقيته إذا تكلمت في القرآن بغير علم بس القرآن لأنه واسع فما فيش مانع جدا جدا تروح لحبر أو بحر عشان يجعلك تشرب من شهدي هذا القرآن ويا سلام لو كمان سمعت تفسير آية وجعلت تفسير الآية ده وتمحور من محاور حياتك زي ما ناس كتيرة جدا جدا بتسمع التفسيرات من حد زي إمام الدعاء فضيلة الشيخ الشعراء وتسمع منه آية وتفضل تسبح فيها في يومك لو عملت الأربع حاجات دي هتحس أن أنت من أهل القرآن في شهر القرآن وتحس أن أنوار الرحمن تجلت في قلبك فغلس أنت منك الأرواح والأبدان وجعلت وكأنك حاضرا في حضرة الرحمن تنظر إليه نظر العيان يا رب العالمين رزقنا وحفظنا وأكرمنا بالقرآن في رمضان واجعل هذا بابا واسعا لنبقى في حضرتك يا كريم يا عليم يا رحمن يا رب العالم